قفزة غير مسبوقة تشهدها استثمارات المملكة العربية السعودية في البرازيل وزيادة بنسبة 750% ما الذي جرى ولماذا ارتفعت هذه الأرقام؟ 500 مليون دولار كانت قيمة الاستثمارات السعودية عام 2020 أما اليوم فقد ارتفعت إلى 4.252 مليار دولار كيف؟ يؤكد عبد الرحمن بكير مدير مكتب وزارة الاستثمار السعودية في الأمريكيتين أن دخول السعودية السوق البرازيلي يمثل فرصة ذهبية للمملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع استثماراتها في مختلف القطاعات الارتفاع لم يقتصر على حجم الاستثمارات بل زادت نطاقاتها أيضا الاستثمارات كانت مقتصرة على القطاع الغذائي وتنوعت اليوم لتطال القطاعات الاستثمارية وأبرزها قطاع التعديل، الطاقة، التكنولوجيا، الصحة، الرياضة، البنية التحتية وحتى الطيران ومن ضمن أبرز الصفقات مؤخرا إتمام شركة منارة لاستثمار المعدني السعودي صفقت شراء حصة 10% في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار اتفاقية تعاون دفاعي وقعت أيضا بين المملكة العربية السعودية والبرازيل لمدة 5 سنوات تشمل نقل التكنولوجيا وتمويل الأنظمة العسكرية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والبرازيل هي انعكاس أيضا للتقارب السياسي الحاصل بين البلدين فاليوم كلاهما أعضاء في مجموعة دولية مثل مجموعة العشرين كما أعلنت البرازيل نيتها الانضمام كعضو مراقب إلى أوبيك بلاس بالإضافة إلى تلقي المملكة دعوة للانضمام إلى بريكس ورغم ذلك عقبات وتحديات تواجهها كل من السعودية والبرازيل فما هي؟ صحيح أن نمو حجم الاستثمار السعودي في البرازيل توسعت خلال السنوات الأخيرة إلا أن هناك بعض التحديات من أبرزها البيروقراطية وتذبذب قيمة العملة البرازيلية ولكن وزارة الاستثمار السعودي تعمل على تذليل هذه العقبات عبر عدة خطوات من بينها وضع خطة تواصل تشمل التعاون مع المسؤولين في البرازيل على كل المستويات ما يضمن معالجة القضايا والتحديات بشكل مباشر وسريع وتسهيل على الشركات السعودية الدخول إلى السوق البرازيلية وتوسيع أعمالها وفي المقابل لا تقتصر العلاقات الاستثمارية بين البلدين على الجانب السعودي فقط فقد بدأت الكثير من الشركات البرازيلية بالتفكير جديا في الاستثمار في المملكة في حين تبحث شركات أخرى تعزيز تواجدها القائم في السوق السعودي خاصة تلك التي ترتبط بقطاع التعدين وبالإضافة إلى التعدين ساهم الاستثمار السعودي الكبير في قطاع الرياضة إلى جذب مستثمرين برازيليين في مجال الترويج الرياضي وتقديم الخدمات للأندية والجماهير والشركات الراعية